الكابتن علاء نبيل وكاشفاً للزميل هاني حتحوت عن مشكلة في المنتخب في حراسة المرمو نشوفه كابتن علاء مرة تانية محمد الشنوي كان مبارح إصابة أو كدمة في العضلة الخلفية ودائماً أنا أسألك بمستني منك الكواليس اللي ممكن تكون عارفها حضرتك لا مش إصابة ايه؟ مش إصابة مش إصابة؟ لا لا مش إصابة بس هو يعني لا لا والله ما أصاب أم ليه؟ والله ما أصاب أم ليه؟ وأنت فكرة كدمة دي يعني بتخفف يوم وليله أم ليه؟ قالوا كدمة بسيطة بسيطة حاجة خفيفة إيه ده أم ليه كابتن لا 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 أم ليه؟ لا والله ما ألفعش بس هي يعني أمر شخصي آه موقف حصل كده وبتاعه وصوت عالي والحاجات دي كلها وبعد كده حصل قعدة وحصل فيها يعني تعهد بالالتزام والحاجات دي صوت عالي على مين؟ لا لا فيه صوت عالي يعني فيه صوت عالي مش صوت الشناب لا لا فيه صوت عالي في الملعب وبتاع فهبأحكولك في الفاصل آه لأنه أمر شخصي آه آه أمر شخصي ما نفعش لكن ما فيش إصابة خالص لا 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 فيش إصابة خالص وفيش حد شاط كورة في حد لا 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 خالص خالص وعلى مينة وعلى مسؤوليتك بس لكن حصلت قعدة الأمور تلمت كلها ودي من الحاجات برضو خلي بالك الم Judicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicive شخصيته على اللعيبة وعلى فكره وعلى أسلوبه. يتتقبلها هي دي شخصياتي. يعني يبدو أن الكابتن نبيل عنده معلومات أن هناك بعض الأمور الشخصية اللي بيؤكد أنها تلمت من خلال أن المدير الفني فرض شخصيته القوية. والمعنى بين السطور طب ما نرجع الكلام ده للحد ما نشوف النتيجة بكرة والأداء وخلي بالكو يا جماعة أن المواضيع كلها لا في حسن نواية وصفاء في النواية الإنسان بيتقبل أي شيء. أنا ممكن أقول له واحد صباح الخير ما يبلاش مني. بتقولها لي كده ليه. بتقولها لي كده ليه. ومن إنت بتصبع علي. ويعملها قصة. وممكن أعمل لواحد كده من بعيد بيبقى شاشة جدا يخو ده بمعنى طيب. فأرجو أن الأمور تسير في هذا المنحة حسن النواية. ده كلام مهم. وكمان رأي كابتن أحمد شبير. كابتن أحمد شبير كواحد من حراس المرمى الكبار. لما تكون المسألة المثارة ما بين عصام الحضري والشناوي يبقى رأي شبير بينهما مهم. القصة اللي شغل الناس كلها قصة الشناوي. اللي أعلن أنه شطة من الحضري جت في فقد الشناوي. الشناوي حسب بلاس عجام ده في الرجل يعني كأنه مثلا ضربة كورباج أو حاجة. ما قدرش يكمل التمرين بالليل تعب. النهاردة عمل الأشعة اللي رانين. والحمد لله تطمنوا أن المفروض بكرة المفروض بكرة هيكون في التمرين. لكنه بقى ملف أنه في خلاف ما بين الشناوي والحضري ده مش موجود. أنه الاتنين شدين معهم. لا 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 فيه مدرب وفيه لعيب. آه طبعا كان فيه منافسة زمان. وكان فيه شد وجذب ما بينهم وهم بيتنافسوا زمان. مش شد وجذب علني يعني. شد وجذب في التنافس يعني. لكن خلاص الحضري يبقى في حتة تانية. الحضري بقى مدرب منتخب يعني. لكن بطمق الناس. مفيش خناءة مفيش مشاكل اللي سلطف ده بتعربنا بقى. يعني كابتن شوبير كان أكثر مباشرة ووضوحا وتحديدا للمشكلة اللي حاول يلمح إليها الكابتن علي نبيل وأن فيها جزء شخصي. مش عايزين نقول كده. يعني هو في الآخر كابتن شوبير لمه بشكل احترافي. ده لعيب وده مدرب وما فيش مشكلة. وحسن النية يحكم الجميع. نتمنى أن تسود حسن النية. ونتمنى أن إحنا إحنا اللي بنحط نفسنا دايما في دائرة هذه العلامات الاستفاة. يعني كفاية بقى ونتكلم على الماتش. وخلينا يعني مع منتخبنا بكرة. وده كمان مسألة مهمة للإعلام. يا جماعة ده منتخب مصر. أنتوا صحيح في الأندية. كل حسب لونه بيتربص وبيتصيد وبيأول وبيفبرك وبيسخن وبيعمل كل حاجة. خلينا نقول منتخب مصر وأجواء وظروفه مسؤولية الجميع بقى. هيحصل مناوشات. هتحصل أي مشادات. هتحصل أي تطورات. كتير لما شفنا قبل كده في معسكرات المنتخب. بيحصل أسوأ من كده. فخلينا نكون يعني إيجابيين في دعم المنتخب. خاصة قبل مثل هذه المباريات المهمة والمؤثرة في مسيرة المنتخب. اللي بنتمنى له بكرة كل التوفيق إن شاء الله. نطلع لفاصل. وبعد الفاصل كلام مهم وجميل عن حفاوة لها تاريخ. مدخش على الأهلي